بلاش نألف احنا مشكلتنا ان احنا عايزين نألف عايزين نشوف كيف هتقدمون وتقدمون ايوه والنمازج عديدة جدا وانا مش هقول لا لا امريكا ولا هقول ماليزيا هقول سنغافورة هقول الصين هقول كوريا الجنوبية هقول اندونيسيا هقول بعض حاجات في الهند صح نشوف البلاد اللي زينا مش زينا احنا كنا احسن منها بغض ستين بظبوط ودي حضارك عشرات الامثال لا لا بظبوط متوسط داخل الفرض في مصر كان اعلى من كوريا الجنوبية ستين مفاعل النوى بتاعت انشاص كان على نفس المستوى مع مفاعل نيو ديلي ها الناس بتتقدم ازاي بتتقدم وانا تعرف نتعلم مفيش عنجهية مفيش فهلوة تعلم ماذا فعل الاخر وده اللي حصل يعني محمد علي عايز انهض من مصر عمل ايه اول باعثة الف تونمية وثلاثتاش كده الف تونمية وسبعة وعشرين بعتهم يا اساس تامر مش ياخدوا دكتورهات وماجستير لا بعتهم يتعلموا حرف يعني واحد يروح عشان يعرف الترسانة البحرية ايه فن بناء السفن واحد فيه الزجاج الملون صحيح وبعدين كان بيطلب منهم ترجمة افضل كتاب في هذا المجال اللغة العربية طب بعدها بستين سنة لما اليابان جيت اتقدم لما عندهم حاجة اسمها الميجي الميجي الستوريشن عملوا ايه بعتوا بعثة الى مصر والدول الاوروبية وجدت هذه البعثة مصر في عهد الخديوي سعيد باشا ونزلوا السويس وكتبوا انطباعتهم كان اول مرة يركبوا قطر لان لم يكن القطار قد موجد في اليابان وقت ذاك هتندهش بقى حضرتك جدا في ملاحظاتهم قالوا النهاردة في ملاحظاتك النهاردة اليابان عاملة اسرع قطر في العالم اصبت بعد كده حضرتك عشان تتأمل كتبوا ايه لاحظوا اعجبهم بالاسواق لكن بايه بقى بنظافة المراحيد العامة الموجودة في الاسواق يا خبرة بيض اذا انت هاي طيب احنا الرئيس السيئيسي راح سينغافورة وشاف بينهم شاف ان ميناء سينغافورة اول ميناء في العالم في سورة تفريجة الحيوات الحيوات مظبوط وقلنا حنبعت ناس من مصر يدرسوا ويشوفوا انا معرفش بعد كده الحد راح ولا راح لعمل ايه واستفاد ايه خصوصا ان احنا مقبلين على محور قناة السويس ده يعني املنا كلنا مش عيب ابدا يا استاذ تامر احنا نتعلم من اخرين مظبوط العيب انك تبقى مؤاخذة جاهل مش عايز تتعلم الله عليك صحيح ده العيب وتقاوح 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 وعلى صفر درقك بالعنجهية او بالصوت العالي العلم العلم هو الطريق الوحيد للتقدم طب هو حضرتك قلت دلوقتي طب قبل بس قبل التانية ما قلبينا في الاولى حضرتك قلت دلوقتي انه هذه الدول اللي تقدمت سميتهم ماليزيا وسنغافورة والهند وبرازيل وكوريا جنوبية كلها يعني قفزات محترمة جدا في الدول ربنا يكرمنا ان نلحق بيهم اشتركوا في القناة